في محطة هي الثالثة ضمن جولته الأسيوية التقى نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في جاكارتا مع الرئيس الاندينيسي جوكو ويدودو ليبدد شكوك الأخير حيال التزام واشنطن بتحالفاتها في جنوب شرق آسيا ويؤكد له أن الدور الأمريكي في المنطقة مستمر الولايات المتحدة ستحافظ على حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والمحيط الهادئ وسنضمن تدفق تجارة القانونية دون عوائق بنس أكد أيضا حاجة الولايات المتحدة لعلاقة قوية مع اندونيسيا كونها أكبر بلد ذي أغلبية مسلمة وأن علاقة قوية بين واشنطن وجاكارتا ستكون دعامة في مواجهة الإرهاب شراكة قوية بين بلدين في مجال الدفاع ستخدمنا كثيرا ونحن نواجه تهديدات أمنية وتحديات متعددة نواجهها حاليا وأعظمها بالطبع هو صعود وانتشار الإرهاب زيارة بنس لأكبر بلد ذي أغلبية مسلمة ما كادت لتمر دون زيارة لمسجد الاستقلال أكبر مساجد جنوب شرق آسيا والذي كان يوما أحد صروح الإسلام المعتدل وأصبحت اليوم ساحاته منصة لاحتجاجات التيار الإسلامي المتشدد الذي أصبح صعوده في أدونيسيا مقلقا لصناع القرار في جاكرتا بنس لم يغفل أيضا أن يلتقي ممثلي رابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان في مقر الرابط وسط جاكرتا ويطمئنهم بأن قرار الرئيس الأمريكي في الانسحاب من معاهدة الشراكة عبر الهادئ لا يعني بالضرورة انكفاء أمريكية وأن بلاده ستسعى لمزيد من التعاضد والشراكة مع حلفائها في آسيا وأنهم سيسمعون من دونالد ترامب حين يزور المنطقة لحضور الثلاث قمم آسيوية في تشرين الثاني نوفمبر المقبل